السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي هنتكلم فيه النهاردة في الفيديو ده عن نتائج ميلان وانتر ميلان بعد مباراة زهاب دوري ابطال اوروبا فاصارة ومتعة في اول 11 دقيقة من مباراة دوري ابطال اوروبا حسمت الموقعة الاولى لصالح فريق انتر ميلان فدربي الغدب راح الى انتر ميلان في زهاب دوري ابطال اوروبا لمن تبتسم الساحرة المستديرة في لقاء العودة هنشوف المباراة التانية هتروح لغاية فيه لعب الفريقان مع بعضهم البعض اربع مباريات في تلت بطولات اتنين في الدوري الايطالي واحدة في السوبر الايطالي والاخيرة كانت في زهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا فواجه ميلان انتر ميلان في اول لقاء في الدوري الايطالي وانتهى اللقاء لصالح ميلان بنتيجة تلاتة اتنين في تلاتة تسعة عشرين اتنين وعشرين اما ثاني اللقاءات كان في السوبر الايطالي وانتهى بفوز انتر ميلان على ميلان بنتيجة تلات اهداف مقابل لاشيء في تمنتاشر واحد عشرين تلاتة وعشرين اما ثالث مباراة كانت في الدوري الايطالي لقاء العودة وانتهى بفوز انتر ميلان على ميلان بهدف مقابل لاشيء في خمسة اتنين عشرين تلاتة وعشرين اما اخر اللقاءات فكانت في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وانتهى بفوز انتر ميلان بهدفين مقابل لاشيء وكانت المباراة في عشرة خمسة عشرين تلاتة وعشرين وانتهى اللقاء في اول حداشر دقيقة من الشروط الاول وبهذه النتيجة فشل فريق ميلان زيادة وزيارة شباك انتر ميلان في تلات مباراة متتالية في نفس الموسم بعد موسم addictive 1973 1974 و1994 1995 1995 ففي النهاية بمبارك لفريق انتر ميلان على هذا الفوز الكبير ونقول هالدرك لفريق ميلان فهل ينجح انتر ميلان في التآهل الى نهاي دوري ابطال اوروبا ام ينجح ميلان في خطف بطاقة التأهل في مباراة العودة كل الكلام ده هتجاوبوا المباراة التانية من مباراة ميلان وانتر ميلان في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن نتائج ميلان وانتر ميلان بعد مباراة زهاب دوري ابطال اوروبا مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي